لا تكفي الكلمات لوصف حال حلب الآباء يودعون أبناءهم والعالقون تحت الركام أكثر أمنا ربما من موقذيهم حصيلة السبت الدامي وحده في حلب 106 قتلى ثلثهم نساء وأطفال إلى جانب مئات الجرحة حال وصفتها الأمم المتحدة بالأكثر عنفا منذ بدء النزاع فطائرات روسية وأخرى تابعة لنظام الأسد تتسابق على مدار الساعة لإسقاط حمامها على حلب وبشكل عشوائي كما تقول هذه المشاهد فالأهداف أبنية سكنية فيما يتعلق بقصف أهداف مدنية في حلب على سبيل المثال يجب علينا أن ننظر فيما إذا كان هذا الاستهداف قد تم مع علم مسبق بأن أولئك الذين يقصفون هم مجرد أهداف مدنية بريئة وهذا يمثل جريمة حرب جريمة حرب إذن يدفع الأبرياء ثمنها في عالم لا تكفي كذلك الكلمات لإيقاف مرتكبي تلك الجرائم ولو كانت أفعالهم موثقة بالصوت والصورة فموسكو رغم هذه المشاهد التي لا يمكن التشكيك فيها ما زالت تنكر أي قصف على أهداف مدنية لا يمكن القبول بقتل المواطنين والمدنيين الأمين العام للجامعة العربية اعتبر أن ما تتعرض له حلب يفوق ما تعرضت له المدن في الحرب العالمية الثانية فضائع وصفها آلاف السوريين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي بهولوكوست حلب على أنه على عكس الهولوكوست النازي يحدث في القرن الحادي والعشرين وموثقا لحظة بلحظة محمد دغمش العربية